شراكة مجتمعية ومؤسساتية ترصد الممكنات والاحتياجات التي تخدم ذوي الإعاقة سعى مختبر تطوير خدمات وبرامج ذوي الإعاقة الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية عبر أسابيع إلى تحديدها بالتعاون مع وحدة متابعة رؤية عمان 2040 هذا المختبر جاء لحل تحديات قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الخدمات والبرامج الذي يقدمها القطاع طبعاً مثل ما تعرفوا أن القطاع تقدمه عدة جهات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي فالهدف هنا هو قلب جميع الجهات لتقدم الخدمة وحاولة الموائمة بينها المختبر في مرحلة التطوير الحالية يستهدف تصنيف البرامج والمشاريع والمبادرات وفق أثرها المتوقع وتحليل التحديات لكل برنامج أو مشروع أو مبادرة ووضع خطة تفصيلية لجميع المخرجات وحل حالة التحديات في البرامج أو المشاريع أو المبادرات ووضع الخطط التنفيذية كان هناك جانب تحضيري قبل انطلاق هذا المختبر ببداية شهر ديسمبر فهو كان في حصر التحديات أهم التحديات التي تواقه الأشخاص ذوي الإعاقة في جانب التأهيل والتعليم وتم حل حلة هذه التحديات وحصرها والخروج منها بأهم المشاريع والمبادرات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجانب على احتياجات ذوي الإعاقة ومواءمة الخدمات والبرامج المقدمة لهم مع رؤية عمان 2040 يضع المختبر وهدافه من خلال مرتكزات رئيسية بينها الحياة التعليمية والتأهيلية والأسرة والمجتمع وجودة الحياة الصحية والحياة في العمل وعدد من الممكنات العامة ركزنا كثيرا على الممكنات التي ممكن تخدم ذوي الإعاقة في المجال الحياة العامة وفي العمل وفي الحياة التعليمية أيضا ونأمل أنه إن شاء الله في المستقبل تكون مطبقة وتسهل حياة ذوي الإعاقة اللجنة الإشرافية لمختبر تطوير خدمات وبرامج ذوي الإعاقة تتابع أعماله حرصاً على جودة المخرجات الأولية للمرتكزات والتي تستهدف الوقوف على وضع الخدمات الحالية لذوي الإعاقة والعمل على تهيئة خدمات تلب احتياجاتهم وتحقق اندماجهم المجتمعي بأيسر الطرق وسهلها